اشتركوا في القناة بعد ايام قليلة وبيؤكد هذا المصدر بيقول رصدنا اتصالات من جهات خارجية بهدف جر البلاد لحرب اهلية وفرض الوصائع الدولية عليها ده خبر لفت نظرنا والحقيقة الخبر ده 12 مبارح في اليوم السابع وتم الكلام عنه يعني في اكتر من وسيلة من وسائل الاعلام اذا كانت المقروعة او حتى المرئية فاسمحونا النهاردة نتكلم في الموضوع ده بصرف النظر عن اننا معاه او ضده ولكن خبر لازم كنا نوصل لمصدره ولازم كنا نتناقش فيه دفنا النهاردة هو الاستاذ علي حسن نائب رئيس تحرير وكالة انباء الشرق الاوسط والخبير في الشؤون القضائية سبع الخير فندم نرحبك سعيد خلينا على طول نتكلم عن المصدر اللي وصل لكم منه الخبر ده وعن مدى صحة هذا الخبر وايه فكرة حرق مصر في الذكرى الاولى من سورة خمسة وعشين الايه؟ الحقيقة هذا المصدر هو مصدر رفيع على المستوى أدلى بهذا التصريح لأحد الزملاء الأفاضل معنا في وكالة انباء الشرق الاوسط وبسته الوكالة أمس وتناقلته وسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية كلها على صدر صفحتها الاولى هذا الخبر مضمون الخبر بيقول أنه تم رصد اتصالات ما بين عناصر في الداخل وتنصيق مشترك ما بين عناصر في الداخل والخارج على توجيه دعوات لاعتصاب في ميدان التحرير يوم 25 يناير يعقبه مشاحنات ومشاجرات واحتكاكات مع رجال القوات المسلحة واستفزازهم بهدف إحداث قتال متبادل تمهيداً لوقيعة بين الجيش والشعب بهدف إسقاط القوات المسلحة وإسقاط الدولة المصدر المسؤول بيقول أنا براهن على وعي الشباب المصري أن يأخذ الحذر من هذا الأمر وأن هذا الشباب وأنا طبعاً معه نحن نحتفل جميعاً بصورة 25 يناير دي مناسبة غالية ومناسبة عظيمة لابد أن تحتفل وسائل الإعلام وأن تحتفل مصر كل مصر بكل طبقات وفئتها بهذه الثورة العظيمة التي غيرت شكل الحياة السياسية تغييراً كاملة التي أسقطت نظام حكم السابق لكن يبغي إذا وفقنا بموافقتنا جميعاً أسقطنا نظام الفاسر السابق لكننا نتمسك بهيبة الدولة وبقوة الدولة وبقوة القوات المسلحة الحامية للوطن القوات المسلحة اللي حامت صورة 25 يناير وكان لها فضل كبير في نجاح هذه الصورة اللي تقدم طليعة الأمة فيها شباب مصر هناك تحذير من هذا المخطط وأن كلنا نكون على وعي وأن نحافظ على وحلة الوطن الأمر الآخر لابد أيضاً أن نحافظ على أن تظل صورة 25 يناير صورة سلمية وأنا أعتبر أن السبب الرئيسي لرجاع هذه الصورة العظيمة أن شبابنا وقف من أول لحظة في هذه الصورة وقال سلمية سلمية ليس من شباب ثورة 25 يناير من يحمل أسلحة بيضاء ليس من شباب 25 يناير من أحرك المركز العلمي ليس من شباب 25 يناير من يحمل المولوتوف طب معلش فندم يعني خلينا بس نقف كده عند نقطة نقطة حدرتك قلت وأكيد حدرتك متفق معايا في نفس وجهة النظر دي أنه شباب ثورة 25 يناير هو شباب واعي جداً وإلا ما كانش توصل لما توصلنا إليه لحد الوقت بصرف النظر عن أي سلبيات بصرف النظر عن أي حراية بصرف النظر عن كل المشاكل اللي هم غير متورطين فيها بالمرة طلاقاً ما يعرفوهاش ما يعرفوهاش مضبوط ضد شباب الثورة ضد البلطاجة وضد الجرام بس لما نطلع نكلم شباب بهذا الوعي أو بهذا القدر من الوعي هل أنا ممكن أقوله أنه فيه مصدر مسؤول قال لي كذا 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 طب مين المصدر المسؤول طب مين هم الجهات اللي ليهم مصلحة ما احنا كمان لازم نقولهم أنه يعني لازم نفهم لازم نبقى عارفين هم مين الناس دي الحراية اللي حصلت احنا ما بنتكلمش بس عن المجمع العلمي اللي حصل في القصر العيني ما بنتكلمش بس عن الحصر في مجلس الوزراء احنا بنتكلم عن من بداية كنسة القدسين وبندعدين ماسفيرو وبنتكلم عن يعني فيه أحداث كتير جدا لحد النهاردة ما نعرفش أي حاجة في التحقيقات بتاعتها طب فين التحقيقات يا فندم اللي حصلت في كل الكلام ده في النتائجها أولا التحقيقات في كل هذه القضايا ما زالت محل تحقيق تمام وأنا ببارح في المؤتمر الصحفي اللي عقده المستشار عدل عبد الحبيد وزير عدل كنت موجود وقفت في المؤتمر الصحفي وقلت له كل شعب مصر يتعجل نتائج التحقيقات وأعلان نتائجها تمام التحقيقات كثيرة متعددة هناك تحقيقات تتعلق بوضوع مزبيرو فيه تحقيقات شأن شارع محمد محمود ميدان التحرير المجمع العلمي فإذا كل هذه الأعمال أعمال خطيرة جدا طبعا سقط فيها عدد كبير من الضحايا مرة كانوا 42 والمرة الأخيرة 14 أي نقطة دم بتسقط من أي مواطن مصري أيا كان ده نزيف في دماغنا في قلوبنا جميعا أكيد سواء كان عسكاري شرطة مسكين طبعا سواء كان مواطن سواء كان مر في الطريق سواء كان الشيخ الجليل اللي في مكتب المفتي وهو رايح ناك يتحدث مع الشباب وقع وكذا فإذا إحنا لابد أن نتجنب وأن نأخذ الحظة الموضوع طبعا الموضوع كبير يعني طبعا لكن ما ينفعش أن المصدر اللي قطل بهذا التصريح بيقول أن فيه مؤمره إحنا لصدناه يعني هو مجرد تحذير خلوا بالكم من هذا الموضوع لكن مش هينفع يقول فلان متفق مع فلان وقال فلان روح يعمل والوقاء ما حصلتش وبعدين هو مش لازم يستنى لما تحصل الجريمة ويبدأ يكشف النقاب عنها بعد ما يكون مات 200 واحد ولا 300 واحد وإحنا بيقول مش عايزين واحد من مصر الجرح لكن ده موضوع وموضوع التحقيقات موضوع آخر موضوع التحقيقات دي جرائم وقعت بالفعل وتحقيقات بتجري بها بالفعل وأرى أنه ينبغي أن تقوم الدنيا ولا تقعد حتى يتم كشف النقاب عن كل من ارتكب جريمة قتل عن كل من ألحق إصابة بأي مواطن مصري سواء كان طفل ماشي في الشارع إذا ما شفنا أطفال ماتت أو شاب أو عجوز أو شيخ أو رجل شرطة أو رجل جيش كلهم أبنائنا وكلهم مصر وكلهم أخوتنا فلما ييجي نهاردة مصدر يقول خلوا بالك وحيحصل كذا وحيطلب منك تركبوا 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 تلك الجرائم وحيحصل وقيع بين الشعب والجيش فخلوا بالكم أنا بقول له شكرا أنت حذرتني إذا قيل لي هذا فأنا حكون حذر لأن فهمت المؤامرة إذا لم يقل لي أحد ذلك خلاص ما قالش مقصرت الشيء لكن هذا التحذير أنا أرى أنه في محله لأن إحنا لازم نحتفل ولازم نبتهج ولا يجب أن يأتي من يعكر صفه بهجتنا وفرحتنا بصورة 25 هناير عشان يجرجر الناس لوجوع جرائم قتل في ظل مسلسل هذا القتل اللي بتشوفه صورة 25 هناير بريئة من كل أكيد طيب هل حضرتك شايف هل حضرتك شايف أن في تورط لمنظمات المجتمع المدني مثلا في أفعال أو في التحذيرات اللي وصلت شوف يا حضرتك منظمات المجتمع المدني منظمات المصرية منظمات عظيمة جدا ومحترمة جدا وتعمل في إطار من القانون عددها 35 ألف منظمة لكن لما أقول لحضرتك أن هناك 365 منظمة من بين هذه المنظمات منسوب إليها الحصول على أبوال بطرق غير مشروعة وأنفاقها بأساليم غير مشروعة ففي تحقيقات بتجري بهذا الشأن وتم كشف سرية حسابات هذه المنظمات وحصلت على 6 مليار جنيه وفقا لإحصائيات البنك المركزي مش إحصائيات حد تاني إحصائيات البنك المركزي اللي راحت للنيابة العامة واللي الآن موجودة أمام قادي تحقيق بيحقق فيها خدوا 6 مليار جنيه بعد صورة 25 يناير خدوها من بلدان وشخصيات عربية وأجنبية جاءت إلى مصر إلى منظمات مجتمع مدني بتعمل بالمخالفة للقانون لأن القانون بيقول إيه وليه بيخلف القانون القانون بيقول نبنى واحد وده أول نص في قانون الجماعات الأهلية الجماعات الأهلية لا ينبغي لها أن يكون مقصدها الربح بالنسبة لتلقي أموال من الخارج لابد من الإبلاغ عنها للوزير المختص وهو وزير الشؤون الاجتماعية أو كان التضامن الاجتماعي أي حد هياخد فلوس بيبلغ بيها وزارة الشؤون الاجتماعية ولما انفقها بيقول أنفقتها على المشروعات الفلانية ويقول أغراضها جات ليه وأنفقها في إيه لكن بعض التحقيقات التي تجري كشفت عن أن بعض الشباب تلقوا من بعض هذه المنظمات أموال للقيام بأعمال تخريب هذا الأمر الآن محل تحقيق جهات التحقيق مش عايزة تقول هذه الأسماء رغم أنها تعلم هذه الأسماء ليه؟ لأن الأصل هو أن الإنسان بريء حتى تزمت إدانته فلو النهاردة شاب قال أنا فلان الفلاني إداني فلوس وهو فلان وجاد جاد تحقيق أعلنت اسم هذا الشخص لا لازم تجيب هذا الشخص وتسأله وتعطي له الفرصة لتحقيق دفاعه إذا كان مدان يصدر ضده قرار اتهام وعنده أزين يعلن اسمه وطبعا يظل أيضا بريء حتى يصدر الحكم القضاء بإدانته لكن على الأقل حينما يصدر ضده قرار اتهام نعلم ونكشف ونقول أن قرار اتهام صدر بإحالة فلان والمنظمة الفلانية لمخالفته من حكم القانون لأنه مش بالحق أحد بياخد أموال من الخارج وينفقها على هذا النحو أو يزامل عمل من أعمال الجامعات الأهلية دون أن يتخذ الإجراءات القانونية إذا كان جمعية أهلية مسجلة في الشهر العقاري يجب أيضا أن يكشف النقاب عن الأموال اللي جياله وفي أي وجه من الأوجب هل التحقيقات دي كشفت أنه اللي حصل ده حصل من بداية الثورة يعني هل اللي حصل ده حصل من أول 25 يناير ولا اللي حصل ده حصل إزاي ولا ده كان مخطط من قبل كده لا على مدى بعد ثورة 25 يناير مباشرة بدأ تضفق أموال من الخارج كثيرة جدا وصلت 6 مليار جنيه أنا برضو بأس ما هو مقصد ما هذا العشق أن حد في الخارج أو جهات خارجية بتدي لأفراد 6 مليار جنيه هؤلاء الأفراد بيزولوا بيها عمل سياسي وعلى فكرة قدر الجامعات الهالية لا يسمح بمزولة عمل سياسي بهذه الأموال اللي جاءة من الخارج لكن إذا النضال بأموال الخارج هو تنفيذ لأجندة الخارج واحد بيتلقى أموال من مرزمة في الولايات المتحدة الأمريكية أو في سين من دول الخليج أو في أي دولة في العالم كلام ده تقالي يا فندم في بداية الثورة وبعدين لم يتم إثبات أي حاجة من الكلام ده يعني كل الكلام ده كان بيتقال أنه في أجندات وأنه في ناس عاملة كل الحاجات دي وأنه في ناس لها مصلحة إحنا متفقين مع حضرتك أو متفقين مع كل الناس اللي بتقول أنه أكيد في ناس من مصلحتها أن مصر دي لا تستقر لا تستقر وتخريب مصر أكيد أكيد منهم من الداخل ومنهم من الخارج إحنا متفقين من كل الكلام ده نعم بس فين الإثباتات على الكلام ده ما إحنا بنسمع الكلام ده حضرتك أهو البنك المركزي لديه بيان رسمي بأسماء هذه الجمعيات وهؤلاء الأفراد طلبتها منهم النيابة العامة ووصلت إلى والآن موجودة مع قر التحقيق لكن قلت لحضرتك استمعوا الخمسين شاهد استمعوا الخمسين شاهد طبعا استمعوا حتى الآن لخمسين شاهد بشأن هذا الأمر بدأ استدعاء تلك الجمعيات للاستماع إلى أقوالها أنت مسجل في الشئ الاجتماعية ولا لا خدت الأموال دي بلغت عنها ولا لا أنفقتها في إيه عملت بيها إيه أيضا مواجهتها بلي بيقولون اللي بتمسكوا أنت فعلا اديت لناس فلوس عشان تروح تقتحم أو تخرب أو تولع أو تشعل نيران ولا لا من حقها ولا أيضا أنه دافعنا أنفسهم لكن بقول يا ناس منظماتنا بخير منظماتنا 35 ألف منظمة اللي لسه مجرد منسوب إليهم انتهام 365 فقط من بين 35 ألف منظمة التي تعمل كمنظمات أهلية مصرية ترجمة نانسي قنقر